مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة واقتراب العطلة الصيفية لطلاب المدارس يبدأ بحث الأهالي عن متنزه لهم يخفف عنهم حرارة الصيف ويكون بمثابة مكافأة لأطفالهم بعد عام دراسي حافل لذلك ستأخذكم اليوم كاميرا الفرات في تقريرها إلى مطعم ومنتزه كينابلس حيث الإطلالة المميزة والجو الهادئ تمتد إطلالة المطعم على بلدة كيلي وعلى أجزاء واسعة من ريف حلب الغربي كما يتميز هذا المشروع كونه منتزها ممتعا يفسح المجال لزواره من عوائل أو شباب إذ يوجد مكان مخصص للعوائل بالإضافة إلى جلسات شبابية حيث يوفر المنتزه جميع المطالب من الطعام والمشروبات كاميرا الفرات زارت المكان لتنقل لكم صورة عن جمالية الأجواء بسم الله الرحمن الرحيم إسلاما بربور مدير منتزه كينابلس أقيم هذا المشروع في منطقة جغرافية مطلة على بلدة كيلي وعلى أجزاء واسعة من محافظة أو ريف حلب الغربي يتميز هذا المشروع بكونه فسحة سياحية مميزة وممتعة لزوارنا الأكارم طبعا فيه خدمات متميزة وفيه أماكن للعائلات الخاصة بالإضافة إلى الجلسات الشبابية كذلك الأمر يوفر هذا المنتزه جميع المتطلبات العزومات والحفلات الخارجية يوفر هذا المنتزه أكثر من 15 فرصة عمل ونتمنى أن نكون عنده حصن ظن الجميع السلام عليكم خالد عبد الكريم كابتن صارت منتزه ومطعم كينابلس المنتزه يقع على طريق حارم بين كلي وكفر عروق المنتزه له موقع استراتيجي مميز حيث يطلع على كلي ريف إدلب بالشمال الكامل وريف حلب الغربي الأتارب وما حوله المنتزه هو الأول من نوعه في المنطقة نستقبل يوميا العشرات من أهلنا في كلي ومن خارج كلي لدينا قسم عائلي المنتزه يعد فصحة لأهلنا للترويح عن أنفسهم بعد الانصراف من العمل للترويح عن أنفسهم وإن شاء الله في القريب العاجل سيكون هناك توسع في الأيام القادمة إن شاء الله بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر